نروح لصلاح نروح لصلاح صلاح طبعا واحد من أهم من لعبين المصريين في العشرة السنين الأخيرة ويظل دايما لما تيجي تختار أفضل لعبين في العالم لابد أن اسم محمد صلاح يكون موجود فيهم نجح في تحقيق أرقام قياسية مزهلة الحقيقة في دوري يعتبر الأقوى على مستوى العالم نجح في تحقيق بطولات مهمة جدا مع نادي ليفربول وبقى واحد من أساطير النادي حتى ولو خد قرار في يوم الأيام أن يسيب ليفربول ويروح لأي نادي تاني أعتقد النهاردة تبتكلم على اسم صلاح واحد من أيقونات الحقيقة نادي الليفر وبيزود على ده رقم قياسي جديد الحقيقة أنه نجح في التسجيل مع فرقته أمام مباراته الأولى في افتحات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي ليفربول كسب نورويتش سيتي 3-0 سجل منه محمد صلاح الهدف الأول بداية كويسة في طريق المنافسة على لقب هدف البطولة زي ما تعودنا دايما من صلاح لكن الأهم من ده كمان أنه بينجح في تخطيم رقم قياسي وهو أنه أول لاعب يسجل فيه خمس مباريات افتتاحية لخمس مواسم متتالية وده رقم قياسي جديد بيضيفه محمد صلاح لسجلات أرقامه اللي حققها مع ليفربول البداية كانت مع واتفورد 2017 بعد كده استهام 2018 نورويتش سيتي في 2019 ليدز يونيتد في 2020 ونورويتش سيتي مرة تانية في 2021 ألف مبروك محمد صلاح على رقم قياسي جديد بيحقه